اشتركوا في القناة ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس قبل مباراة ليبيريا الرقراجي يدخل ماء جديدة في المنتخب الوطني يستقبل المنتخب الوطني المغربي ضيفه ليبيريا يوم التاسع من شتنبر المقبل على ارضية الملعب الكبير بعاصمة السوس اغاديار ضمن الجولة الاخيرة من التصفية المؤهلة لبطولة كأس امم افريقيا التي تحتضنها الساحل العج مطلع السنة القادمة حيث سيواجه اسود الاطلس بعد ذلك منتخب بوركينافاسو في الثاني عشر من الشهر نفسه على ملعب لانس في فرنسا تحضيرا للاستحقاقات القادمة ومن المنتظر ان يكشف الناخب الوطني وليد رقراجي قريبا عن لائحة الاصود لمستدعات لخوض غمار منافسات الجولة الاخيرة من تصفية المجموعة الحدية عشر المؤهلة للكأس القرية حيث من المرتقب ان يفسح المجال بعض اللاعبين من اجل الالتحاق بصفوف الفريق الوطني وفي نفس السياق كشفت مصادر مطلعة عن الناخب الوطني حدد قائمة موسعة تضم 35 لاعبا غالبيتهم يمارسون بالانديات الاوروبية والعربية قبل ان يستبد خمسة لاعبين ويكتفي ب30 لاعبا يقتنع الرقراجي بادائهم وتضم اللائحة حسب المصدر نفسه مجموعة من الاسماء الجديدة التي تألقت برفقة المنتخب الاولمبيا المغربي في بطولة كأس امام افريقيا تحت 23 سنة كاسماعيل سيباري وطهي يونسا الادريسي وزكريا الوهدي وبين يامين بوشواري وابراهيم صلاحة ومهدي بوكامير واميري تشارتسون اضافة الى بلا الخنص وعبد الصمد الزلزولي وايوب عمراوي وتكشف هذه اللائحة ان الرقراجي يسعى الى تكوين منتخب للمستقبل لا سيما وان بعض اللاعبين من ركائز المنتخب الذي تألق في مبارية كأس العالم الاخير اقتربوا من الاعتزال حيث يتجه الناخب الوطني الى الاعتماد على مجموعة من العنصر الشابة يذكر ان مدرب الاسود قرر الاحتفاظ باغلب اللاعبين الذين شاركوا في ملحمة الاسود في بطولة كأس العالم بقطار حيث بلغوا الدور النصف النهائي كاول منتخب افريقي وعربي يحقق هذا الانجاز منذ انطلاق البطولة العالمية عجل رئيس سوريا المدريد يعلنها ويقرر خطف النجم بالمنتخب المغربي تسود حالة من القلق قلعة برشالون الاسباني بالسبب والد الموهبة المغربية الاسباني المنيام النصروي الذي طلق دعوة من رئيس ريال مدريد الاسباني فلورنتنا بيريز ما اثار الشكوك حول ولاي صاحب الستة عشر ربيع للبوغرانو وكشف تقرر انصع في اسبانيا ان والد الموهبة الجديدة لبارشالون اصبح يتر الدعر داخل النادي الكتالوني بسبب الدعوات المتكررة التي يتلقاها من رئيس النادي الملك للحضور الى ملعب السانتياغو بيرنابيو واضحت المصادر ذاتها ان تشجيع والد ياما للعملاق المدريدي اضافة الى علاقته الجيدة برئيس الريال خلق مناخا من عدم الامان اذ لا يعتبر مزئول بارشالون اخلاص الموهبة الشابة حقيقة مؤكدة رغم ان مفاوضة تجديد عقده مع النادي بلغت مراحل متقدم واشارت التقارير الى ان بارشالون قريب من تبديد مقام يامال باول عقد احترافي لها ومن المنتظر ان يتضمن دفع مبلغ مالي كبير اذا ما ارد اللاعب فسق عقده قبل نهايتها بيد انها شددت على انه ما لم يتم توقيع العقد حتى الان فكل شيء وارد واشددت على ان وكيل اعمال يامال الجديد خورخيمينديس سيكون مفتاح استمرار الموهبة الذي يحمل الجنسيتين المغربية والاسبانية مع بطل اسبانيا التربط البرتغالي علاقة جيدة برئيس بارشالون اخوال بورتا ما سيضعف حدود الميرينجي لخطف لؤلؤة العملاق الكتالونية واجد با يامال الاضواء مع فريقه بارشالونة واشددت صعيفة بورتا الكتالونية بموهبة يامال بعد دوره الكبير في احتفاظ البلوغرانا بلقب كأس اخوان جامبر وقالت وصلت الدقيقة الثمانين ودخل الامين يامال بالنسبة ليتوطنهم لقد عدبهم في كل دقيقة خدها في اللقاء بسرعة هو تمريرة الدقيقة الشاب المولود في اسبالغوس في كتالونيا ضمر خطوط الفريق الانجليزي بتمريرة هدف التعادل قبل ان يقود هجمتين في اخير انفاس المباهرات حولهم عبدالصمد الزلزول وفيران توريس بهدف الفوز واشدت شافي بالموهبة المغربية بعد المباراة وقال لا من موهبة يجب علينا التريت قبل الحكم عليها انه لأمر رائع ان نره يلعب بهذه الجراء وسيكون الجنح الشاب امام فرصة ذهبية لاقتناص مكان اساسي داخل تشكيلة العملاقة الاسبانية الموسمة المقبل سيما بعد رحيل عثمان ديمبيل الى باريسان جرمان الفرنسي وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد حاولت اقناعها من يامال بحمل قميس المنتخب المغربي الاقل من 17 عاما في نهاية كأس افريقا الاخيرة التي اقيمت بالجزائر الا ان صاحب الستة عشر ربيعا فضل قميس الاروخة بضغط من الاتحاد الاسباني لكرة القدم ووكيل اعمالها الذي اقنعه بالتريت في حسم جنسيتها الرياضية يذكر ان لامين يامال من اب مغربي وام من غني الاستوائية ويلعب للفئة السنية للمنتخب الاسباني لأقل من 17 و19 سنة نادي سعودي يمنح لاعبه المغربي 200 مليون سنتيم شهريا نجح لاعب رجوي سابق في الحصول على راتب شهري مهم في الدورة السعودية وكشفت مصادر اسبانية ان جاود الاميق سيحصل على ازيد من 200 مليون سنتيم شهريا خلال مقامه في الدورة السعودية ووقع لاعب المغربي عقدا ممتدا لسنتين مع سنة اخرى قابلة للتجديد مع فريق الواحدة السعودية في المقابل سيكون نصيب بلد الوليد من الصفقة ما يقارب من مليار ونصف المليار سنتيم ويبلغ الاميق من العمر 31 سنة وتعد صفقة الوحدة مهمة لللاعب الذي لاعب في اوروبا وقبله البطولة المحلية الاحترافية لعب الرجاء بنتيك ينتقل الى السنتيتيان الفرنسية اعلن الرجاء الرياضي ان مدافعه محمود بنتيك انتقل الى السنتيتيان بعد ان دفع النادي الفرنسي قيمة شرط الجزائي في عقدها يوم السبت الماضي واوضح الرجاء في بيان ان النادي المنافس في دور الدرجة الثانية الفرنسية فعل الشرط الجزائي في عقد الضهير الايصار بنتيك وتبلغ قيمته 6 ملايين درهم اي حوالي 600 مليون سنتيم واضف في بيان ان دفع قيمة هذا الشرط يغلق مجال التفاوض بشكل كامل بالنسبة لنادي الرجاء الرياضي اذ لم يعد يملك اي قوة لرفض العقد او التفاوض من اجل رفع قيمته او نقله النادي اخر وتبع بقدر ما يتأسف النادي على عدم الاستفادة من قيمة التسويق للعب فانه يبقى ملتزما بتنفيذ بنود العقد ويتمنى له مسيرة موافقة مع فرقه الجديد وانضم بنتيك الى الرجاء في العام الماضي وشارك في ثلاث مبارية بالبطولة العربية للاندية في السعودية هذا الشهر اشتركوا في القناة